بسم الله الرحمن الرحيم العين بصيرة واليد قصيرة إخوتي وأحبتي مما يتابع هذه الأفكار البسيطة التي أطرحها بين الحين والآخر أود أن أشرح لكم أمراً حتى تعطوني عذراً وتسامحوني على التقصير هذه المقاطع التي أضعها أضعها في وقت أستغله ما بين عملي وما بين العائلة وبين الواجبات الكثيرة كنت أتمنى لو كان عندي وقت وأنني متفرغ حتى أعطيكم كل ما عندي بأفضل شكل وبأفضل إتقان وبأكثر معلومات ودقة وإحصاء ولكن للأسف لا يوجد هذا الوقت فأنا أستغل إن كان هناك عندي دقيقتان هنا أو هناك فأبثكم أفكاري هذه دون تحضير ودون كتابة إنما كلها ارتجالاً وأفعل ذلك أولاً ابتغاء مرضات الله وثانياً من أجل أن أخفف عن نفسي أنا لأنني أحس حينها أنني أقدم شيئاً ولو كان شيئاً لا يذكر مقارنةً بما قدم إخوتي وأهلي في كل مكان من تضحيات عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منهم فسامحوني على ذلك وادعوا لي أن يوفر الله لي الجهد والطاقة حتى أستطيع أن أخدمكم بالشكل المناسب عندي من الأفكار ما يكفي لكي أتكلم مئات الساعات ولكن هاي هات من أين أجد الوقت حتى أنشر هذه الأفكار وحتى أسجل هذه الأفكار وحتى أشارككم بهذه الأفكار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لي الوقت المناسب لكي أجلس وأعطيكم خلاصة خبرتي وحياتي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لا أبتغي بها أي شيء آخر بارك الله لكم في وقتكم بارك الله لكم في صحتكم بارك الله لكم في سمعكم بارك الله في أبصاركم بارك الله لكم في أولادكم بارك الله لكم في إيمانكم بارك الله لكم في عطائكم بارك الله لكم في حبكم للخير والإنسانية آمن آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين آمين